بسم الله الرحمن الرحيم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضى بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفي عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة من الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه عز وجل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ولم يفارق عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا حتى بيَّن للأمة البيان الشافي وتركنا على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه بلَّغ البلاغ المُبين ونصح الأمة وكشف الغمَّة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أكمل الله له به الدين وأتم عليه النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وكانت شريعته صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع وأفضلها وأتمها وكانت أمته هي خير الأمم وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الدين الإسلامي يشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسنها وأفضلها وأحسنها وأعدلها ما من خير إلا ودلَّ الأمة عليه صلى الله عليه وسلم إلا ودلَّ الأمة على هذه الأخلاق الفاضلة ونهى عن سفاسف الأمور وعن كل ما يشين الأخلاق بعثه الله عز وجل بالشريعة السمحة وبالحنيفية السمحة عليه الصلاة والسلام يقول بعثت بالحنيفية السمحة وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَةٌ فهذا الدين هو الدين اليسر ودين السمحة والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً الله عز وجل أكرم الأكرمين وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين شريعته هي أكمل الشرائع وتعاليمه هي أفضل التعاليم أنزلها الله عز وجل في كتابه الكريم الذي ضمن الله عز وجل له الحفظ والبقاء والدوام إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذه الأمة هي خير الأمم وآخر الأمم كما ورد في بعض الآثار أنتم تكملون سبعين أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله عز وجل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع وأفضلها وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده والقرآن هو آخر الكتب المنزلة من عند الله عز وجل والسنة شارحة ومبينة لما أجمل في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وهو خطاب للأمة وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع وشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة المباركة العقيدة الواسطية يبين وسطية الإسلام وعدله وأنه أكمل الشرائع وأفضل ما أنزل الله عز وجل على أنبيائه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهذه الأمة هي الأمة الوسط ومعنى وسطا أي خيارا عدولا فهذه الأمة هي خير الأمم وأفضلها وأعدلها وهي التي تشهد للأنبياء يوم القيامة بتبليغ الرسالة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فشيخ الإسلام رحمه الله في ختام هذه الرسالة المباركة العقيدة الواسطية يبين شيئا مما عليه أهل السنة والجماعة من مكارم الأخلاق ومحاسنها مما جاءت به الشريعة الكاملة ومما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله هم يدينون بالنصيحة للأمة وهذا مستمد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة كررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالنصح لله عز وجل هو اتباع شرعه والاقتداء بما أنزله الرب عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم والإخلاص في القول والعمل لله عز وجل هذا هو النصح لله لا يكون ذلك إلا بإخلاص العمل لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ليبلوكم أيكم أحسن عملا فأحسن العمل هو أخلصه وأصوبه كما قال الفضيل رحمه الله قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه قال أخلصه أن يكون خالصا لله لا يبتغى به إلا وجه الله عز وجل وأصوبه أن يكون موافقا للكتاب والسنة فعقيدة أهل السنة والجماعة مستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام هي الشريعة الكاملة فالنصح لله عز وجل بطلب مرضاته باتباع ما جاء عن الله عز وجل في كتابه وعلى ألسنة رسوله عليهم السلام ولاسيما خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم فالنصيحة لله هي صدق الطلب في الوصول إلى الله عز وجل والإخلاص لله عز وجل في العبادة والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صدق المتابعة له وأن نقتدي ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فبهداهم اقتده يعني تأسى بما عليه الأنبياء ولاسيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لأن بعض الناس هداهم الله تجدهم قد يأخذوا عن بعض ما يسمعون من بعض طلبة العلم مثلا وليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة وهذا يعتبر من البدع من الزيادة في الدين والله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة فما لم يكن دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم بدين كما قال الإمام مالك وغيره من أئمة السلف أنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إذا لم يكن على قوله على قول القائل دليلا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحدث في هذا الدين أمرا ليس في الكتاب ولا في السنة فهو مردود عليه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه لأن الدين كامل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه الزيادة كما رواها الإمام النساعي ورواها ابن خزيمة في صحيحه وهي زيادة صحيحة أن كل ضلالة في النار فالاتباع لله والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بما في الكتاب وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستلزم ذلك الدفاع عن دين الله والذود عنه ورد شبه أهل الضلال ورد شبه الملاحدة والذين يسبون الدين أو أهله أو يعادون أولياء الله عز وجل فالنصيحة لله ولرسوله بالدفاع عن دين الله وعن حملة دينه من العلماء الربانيين ومن الولاة العادلين فالنصح لله والنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الزود عن دين الله والدفاع عنه والنصح للقرآن لكتاب الله عز وجل أنه ببيان أنه كلام الله وأنه منزل غير مخلوق وأنه يجب تصديق أخباره والعمل بأحكامه هذا هو تصديق كتاب الله عز وجل أن نؤمن بأنه كلام الله عز وجل الذي تكلم به معجزاً بألفاظه ومعانيه وأنزله على جبريل عليه السلام الذي هو موكل بالوحي ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو القرآن الكريم كلام الله عز وجل وفضل كلام الله على سائر كلام الخلق كفضل الله على خلقه وأفضل ما يتقرب العبد به إلى الله عز وجل هو بتلاوة كتابه لأن كل حرف من القرآن بعشر حسنات كما قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف ففيها ثلاثين حسنة كل حرف بعشر حسنات والله عز وجل يضاعف لمن يشاء فتلاوة كتاب الله عز وجل فيه من الأجر العظيم وأعظم من ذلك العمل بما جاء فيه اتباع أوامره والوقوف عند حدوده والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه هذا هو النصح لكتاب الله عز وجل بأن نؤمن بأنه كلام الله عز وجل وأنه منزل غير مخلوق وأنه جاء لهداية الخلق وأنه المعجز بألفاظه ومعانيه والعمل بأحكامه وتصديق أخباره وأن الله عز وجل أنزله لهداية الخلق وأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل له ولم يكله الله عز وجل للعلماء أو لطلبة العلم أو لغيرهم إنما أوكله توكل الله عز وجل بنفسه بحفظ كتابه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وهو الذي يجب اتباع أحكامه والعمل بها وتصديق أخباره فهو الحق الذي لا مرأ فيه وقد جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان ما أجمل في القرآن وما جاء كليا في القرآن جاء تفصيله في السنة فالإيمان بالقرآن والإيمان بالسنة هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة والأخذ بهما ومن أخذ بهما فقد اهتدى ومن تركهما فقد ظل والعياذ بالله وخرج عن الصراط المستقيم لقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة فهذا هو النصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم والنصح لآئمة المسلمين كل من ولاه الله تعالى أمر المسلمين فالواجب طاعة ولاة الأمور والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولا يستقيم حال المسلمين إلا بطاعة ولاة الأمور والجهاد معهم والحج معهم وإقامة الجمع والأعياد مع أئمة المسلمين هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة وعدم الخروج عليهم لأن في الخروج عليهم من الشرور والفتن وسفك الدماء وتفريق كلمة المسلمين ما نراه اليوم ممن يخرجون على ولاة أمورهم فهذا والعياذ بالله مما يورِّث الشر والفتن وسفك الدماء واختلال الأمن ونهب الأموال وقتل الأنفس وانتهاك الأعراض كلها بسبب عدم النصح لولاة المسلمين فيجب طاعتهم وعدم الخروج عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من ولاه الله أمركم فيجب عليكم أن تطيعوه إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان فطاعة ولاة الأمور هو من عقيدة أهل السنة والجماعة أيضًا طاعة العلماء الربانيين الذين يحكمون بالكتاب والسنة ويرجعون إليهما ولا يأخذون بأقوال الرجال ويحيدون عن قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وأما النصيحة للأمة فيشمل أئمة المسلمين وعامتهم فأهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة وكان مما بايع المسلمون والصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم إذا رأيت أخاك المسلم على معصية أو على خطأ فواجب عليك مناصحته بالتي هي أحسن من رعى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقد ذكرنا في الدرس السابق أن يكون الآمر بالمعروف والناصح أن يكون فقيهاً فيما يأمر به فقيهاً فيما ينهى عنه رفيقاً بمن ينهى عنه ورفيقاً بمن يأمره رفيقاً بمن ينهاه حليماً أيضاً به رفيقاً وحليماً وصابراً على عذاه لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يتعرض للأذى وقد يتعرض لعدم الاستجابة كما تعرض الأنبياء والصلحاء وغيرهم من أئمة الإسلام الأنبياء عليهم السلام هم صفوة الخلق ومع هذا فقد أصابهم ما أصابهم من الأذى ومن اعتداء أممهم عليهم ومن تكذيبهم والسخرية بهم ورموهم بالسحر والكهانة والشعر والجنون كل هذا لم يثنهم ولم يؤخرهم عن أن يبلغوا دين الله عز وجل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه الأذى قال لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته وسقط في الحفرة التي وضعها الكفار وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فرسالته رحمة للأمة فكان صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه من آثار اعتداء المشركين عليه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ولذلك بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين فإذا قال قاعل ما هو ميزان النصيحة نقول إن ميزان النصيحة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا هو الحب الحقيقي هذا هو الحب في الله عز وجل أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك فأنت تحب لنفسك الخير وتحب لنفسك الجنة وتحب لنفسك النجاة من النار فواجب عليك أن تحب هذا لإخوانك المسلمين فإذا رأيت جارك أو أخاك قريبك أو بعيدك على معصية أو على منكر فأنت تناصحه والدين النصيحة والنصح لكل مسلم بالرفق واللين والكلمة الطيبة فإن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف بل يقول لأكرم الخلق وأفضلهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب على الدعاة وعلى المصلحين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي حسن تعامله مع الناس فقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بال في ناحية من نواحي المسجد أعرابي لا يفرق بين الصحراء ولا بين المسجد بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الصحابة لينهروه ويمنعوه فماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزربوه لا تقطعوا عليه بولته ثم دعاه وقال له يا أخ الإسلام إن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله عز وجل ولا يصلح فيها شيء من هذا الأذى ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء بذنوب من ماء بدلو من ماء ثم صبه على بول هذا الرجل الأعرابي فقال الرجل اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا وحجرت واسعا فرحمة الله عز وجل تشمل الخلق كلهم فهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم ومن أدبه ورفقه بمن يخطئ أو يقع في شيء من ما يخالف الدين الرفق إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وإذا كنا أمرنا بالرفق والإحسان والمجادلة بالتي هي أحسن مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى فما بالك بأخيك المسلم ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى مجادلتهم بالتي هي أحسن فما بالك بأخيك المسلم هو أولى بالإحسان والرفق واللين والصبر على دعوته وتعليمه فمن عقيدة ومن أخلاق أهل السنة والجماعة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة المباركة العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وأيضا أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضاء بمر القضاء يأمرون هذه الكلمة تشتمل أنهم يمتثلون في أنفسهم يأمرون أولاً أنفسهم مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولاً لا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ممتثلاً لما يأمر به ممتثلاً لما ينهى عنه لا يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه فإن هذا مما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم رجل يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه والعياذ بالله فإنه يجدونه يوم القيامة قد ألقي في النار وقد خرج ما في بطنه أقتاب بطنه ثم يدور عليها كما يدور الحمار وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الشنيع فيأتيه أهل النار فيقولون يا هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه يعني يقع العياذ بالله في المنكرات والله عز وجل هو الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم أن هذا الشخص يأمر بالمعروف ولا يعمل به وينهى عن المنكرات ويأتي المعاصي والعياذ بالله فهذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء والصبر هو تحمل البلاء والصبر كما عرفه العلماء بأنه المنع أو الحبس فهو حبس النفس عن التصخط سواء كان التصخط بالقلب أو باللسان أو بالجوارح فهذا هو الصبر ومنزلة الصبر عظيمة الله عز وجل ذكر الصبر في القرآن كما قال الإمام أحمد في أكثر من تسعين موضعا ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن الكريم أكثر من تسعين موضعا يحث الله عز وجل فيه على الصبر ويبين منزلة الصابرين وما لهم من الأجر عند الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصابر أجره عند الله عظيم يكافئه الله عز وجل بالأجور العظيمة بلا حساب ولا عذاب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالله عز وجل بشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أجر الصابر عظيم بشره الله عز وجل برحمته وبهدايته وبفضله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فهذه من بشارة الله عز وجل للمسلم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير فالمؤمن إذا أصيب بمصيبة فإنه سنبين أحوال المسلم مع هذه المصائب أن يكون صابراً وراضياً وشاكراً لأن الله عز وجل سيجزيه على ذلك الجزاء العظيم بل كان بعض السلف إذا لم يمرض ولم تصبه جائحة أو مصيبه فإنه يشك في إيمانه ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لم أمرض يا رسول الله طول حياتي فقال صلى الله عليه وسلم لا تجالسنا أخرج من مجلسنا لأنه ليست علامة من علامات الخير أن العبد لا يصيبه المرض ولا يصيبه اللأواء ولا تصيبه المصائب ولا شيئاً من فقد الأحباب والأقارب فإن هذا مما يرفع الله به درجات المؤمن ويكفر به عن سيئاته الصبر يكون عند البلاء وفضله وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى كما ذكرنا أن امرأة فقدت قريباً لها ابناً لها وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند قبره فقال لها اصبري واحتسبي قالت إليك عني ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصب مصيبتي فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فندمت وذهبت إلى بيته إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده حرساً وقالت يا رسول الله لم أعرفك قال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني عند وقوع المصيبة وشدتها يكون يتبين ويتميز الصابر الذي يصبر عند الصدمة الأولى هذا الذي له الأجر العظيم فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء وما من إنسان إلا ويبتلى إما في نفسه أو في أهله أو في ماله فالصبر عند البلاء في الأمرين إما سواء كان في أمور الدين أو أمور الدنيا لما كان من حكمة الله عز وجل ورحمته أن يبتلي الإنسان بالمصائب التي قدرها عليهم أمرهم عز وجل بالصبر بل افترض عليهم الصبر تسلية لهم وتقوية على ذلك وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فعلى هذا الصبر على ثلاثة أنواع صبر على المأمور يعني صبر على طاعة الله عز وجل طاعات الله عز وجل تحتاج إلى الصبر الصلاة تحتاج إلى صبر والزكاة تحتاج إلى صبر والصيام يحتاج إلى صبر والحج يحتاج إلى صبر والعمرة تحتاج إلى صبر والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر والأمر بالمعروف أنه عن المنكر يحتاج إلى صبر أكثر أوامر الشرع تحتاج إلى صبر فالصبر على المأمور هذا هو أكمل الصبر وأعلا أن تصبر على ما أمرك الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بشر المشائين في الظلم يعني لو كان ما في كهرباء وكنت في صحراء أو كنت في سفر وكان الأولون يمشون في الظلمات ولم يكن هناك هذه الأنوار التي منَّ الله عز وجل بها على هذه الأمة في القرون الأخيرة كان الناس يمشون في الظلمات في الظلام فيه الهوام وفيه السباع وفيه العقارب وفيه الحيات لكنهم يجاهدون ويمشون إلى المساجد ولما جاء الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن أم مكتوم وقال يا رسول الله إني رجل أعمى وإن بيني وبين المسجد هوام وسباع وليس لي قاعد يقودني قال له صلى الله عليه وسلم تسمع النداء تسمع الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلح قال نعم يا رسول الله قال أجب لا أجد لك رخصة إذا كان هذا أعمى كفيف ليس له قاعد والطريق مخوف وفيه ظلام وفيه السباع وفيه هوام ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك ونحن في هذا العيش الرغيد وهذا الأمن الوارف يتأخر بعضنا عن الصلوات وعن الحضور في الجمع والجماعات ليس لنا عذر مع وجود هذا الخير وتوفر وسائل المواصلات إذا كان المسجد بعيدا عن منزلك فإنك تركب سيارتك وتذهب إليها فهذا من نعم الله عز وجل على العباد في هذه العصور وهذه الأزمان ومن إقامة الحج على العباد توفر مواصلات إلى المساجد إلى مكة وإلى المدينة في أداء فريضة الحج وأداء العمرة فكل هذه الأمور مما يعين المسلم على طاعة الله عز وجل مع أن الأوامر تحتاج إلى صبر ولما سأل النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد قالوا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال يصلون معك ويجاهدون معك ويذهبون ويرجعون معك ويعضرون مجالس العلم فقال صلى الله عليه وسلم إن حسن تبع للمرأة لزوجها يعدل ذلك كله يعدل الجهاد ويعدل الكثير من الأعمال الصالحة حسن تبع للمرأة وعشرتها مع زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله ثم قال صلى الله عليه وسلم أولا أدل كنا على جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة جهاد النساء الحج والعمرة كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جَرُّ الزُّيُولِ فالحج والعمرة للنساء هو جهاد لهن لأن المرأة تعاني من السفر ومن ركوب الطائرات والسيارات والطواف والسعي والذهاب إلى المشاعر كل هذا مما يشق عليها ليست في التحمل كالرجل فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم جهاد للنساء والله عز وجل أثنى على الصابرين فالصبر على المأمور هذا من أنواع الصبر ثم الصبر على المحظور المحظور الذي هو المنهي عنه ما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي فإنه يجب على المؤمن أن يصبر عن الوقوع فيها وإن دعت إليه دواعي الشهوات والشبهات فعليه أن يبتعد عن وسائل كل ما يثير الغرائز ونوازع الشر ومعصية الله عز وجل يبتعد عنه المسلم ويصبر عنه لأن في ذلك الأجر العظيم الصبر عن معصية الله عز وجل والصبر على أقدار الله المؤلمة هذا النوع الثالث صبر على المأمور وصبر عن المحظور وصبر على المقدور ما يقع على المسلم على الأقدار المؤلمة عليه أن يصبر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر هؤلاء الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة والله عز وجل يقول واصبر وما صبرك إلا بالله جمع الله بين الصبر وعلى الاستعانة بالله عز وجل في هذه الآية وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصبر ضياء والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر ضياء يضيء للعبد في حياته وفي قبره ويوم القيامة كما رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر ما أعطي أحد عطاءً أفضل وخير وأوسع من الصبر هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وفي حديث آخر الصبر نصف الإيمان الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر الصبر على البلاء والشكر على النعماء لا إيمان لمن لا صبر له منزلة الصبر من الإيمان منزلة الرأس من الجسد كما قال عمر رضي الله عنه الفاروق قال وجدنا خير عيشنا بالصبر رواه الإمام البخاري فالصبر إن إذا ذكر عند القليل كثرة وإذا ذكر عند الكثير قلّله وإذا ذكر عند المرض سلّ النفس لأن العبد يحتسب الأجر عند الله عز وجل ما يصيب المسلم من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله عز وجل بها عنه فهذه من نعم الله عز وجل على العباد أن تصيبهم هذه المصائف ليرفع الله عز وجل بها من نازلهم ويكفّر بها عن سيئاتهم وقد جاء في الأثر أنه يكون للعبد المنزلة يوم القيامة المنزلة في الجنة عند الله عز وجل فلا يبلغها العبد بأعماله الصالحة فلا يزال البلاء به حتى يصل إلى ترك المنزل بلأ في نفسه وفي أهله وفي ماله حتى يرفعه الله عز وجل لتلك المنزلة العالية في الجنة وفي الحديث الآخر لا يزال البلاء بالمؤمن هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة هذه مطهرات له والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض ماذا يقول له؟ يقول له طهور إن شاء الله لا بعسة طهور إن شاء الله يعني هذه مطهرة لك من الذنوب ومن ذا الذي ما يقع في الذنوب كلكم خطاء ما من عبد إلا ويقع في الخطأ ويقع في الذنب ويقع في النسيان كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون ولو لم تذنبوا وتستغفروا لجاء الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفروا الله عز وجل لهم قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا في الصبر وقال العلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس بان الجسد ثم رفع رضي الله تعالى عنه صوته يعني علي بن أبي طالب ليبلغ الناس رفع رضي الله تعالى عنه صوته أمير المؤمنين علي قال ألا لا إيمان لمن لا صبر له ألا لا إيمان لمن لا صبر له لأن منزلة الصبر من الإيمان منزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس لم يكن في الجسد خير ألا لا إيمان لمن لا صبر له والله عز وجل يقول ومن يؤمن بالله يهد قلبه لأن الصبر هو حبس النفس ومنعها حبس النفس عن الجزع لأن بعض الناس إذا أصيب بمصيبة فقد ولد أو قريب أو أخ أو والد أو زوجة فإنه يجزع وقد يقع والعياذ بالله في المعصية فينوح ويشق جيبه أو يغطم خده أو يضرب جسده وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إن الله لا يؤاخذ بحزن القلب ودمع العين ولكن يؤاخذ بلطم الخدود وشق الجيوب والدعوى بدعوى الجاهلية وكما جاء في الحديث أن الناحة التي ترفع صوتها إذا لم تتب قامت يوم القيامة وعليها سربان من قطران يعني من النار ودرع من جرب والعياذ بالله النائحة وهذه من كبائر الذنوب النياحة على الميت وهذه توجد في الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه بعض الخصال تبقى في الأمة وهي الفخر بالأنساب والحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحالقة والصالقة إذا لم تتب فإنها يوم القيامة تقوم عليها سربال من قطران يعني من النار ودرع من جرب والعياذ بالله عقوبة لها فالصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والتصخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها والجيب هو الفتحة القميص الذي أمامه سواء شقه بالكامل أو شق بعضه ولطم الخدود أو لطم الجسد أو ضرب الصدر كل هذا مما نهى عنه الشرع ولما طلبت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد ابنها وهو مريض ينازع فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص فأخذ الصبي جاء إلى زينب ابنته وأخذ الصبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ونفسه تقعقع يعني نفسه تريد أن تخرج تذهب وترجع ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم بالدموع فقال سعد بن أبي وقاص ما هذا يا رسول الله يعني أنت تبكي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ بدمع العين إنما يرحم الله من عباده الرحماء هذه رحمة أنزلها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده وإنما يؤاخذ الله بالنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وقول واجب لا ومصيبتاه وويلاه من هذا الكلام الذي يؤاخذ عليه العبد وكما جاء في الحديث أن الميت يعذب ببكاء ونياحة أهله عليه يعذب الميت والملائكة تؤمن على ما يقوله أهله فالواجب أن يدعو له وأن يصبروا وأن يحتسبوا حتى ينالوا الأجر وأن يدعوا لهذا الميت وأن يستغفروا له فإن الملائكة تؤمن على ما يقوله المسلمون نحو هذا الميت والله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم يعني ما أصاب من مصيبة أي مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله يعني ما يقع في الكون شيء إلا بقدر الله وهذا من الإيمان بالقدر وهو أحد أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره فمن أركان الإيمان الإيمان بالمقدور وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك هذه حقيقة الإيمان بالقدر ولذلك تجد المؤمن مرتاح القلب إذا أصابته مصيبة فإنه يعلم أنها مقدرة وأن الله عز وجل قد كتبها عليه فيؤمن بالله ويهدي الله عز وجل قلبه ويثبته ويثيبه الله عز وجل على صبره واحتسابه قال ابن عباس في قوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله قال إلا بأمر الله يعني بقدر الله عز وجل ومشيئته ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله عز وجل وقدره فإن الله عز وجل يجازيه بماذا؟ يجازيه بالجزاء العظيم بأن يهدي قلبه الذي هي أصل الهداية وأي أجل وأي فضل أعظم من أن يهدي الله قلبك وإذا هدى الله قلبك أدخلك الجنة فهداية القلب هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقد يخلف الله عز وجل أيضاً على العبد الذي أصيب بمصيبة بشيء في الدنيا يخلف الله عليه أو خيراً منه في الآخرة كما قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال ابن عباس معنى يهدي قلبه بعد أن ذكر أنه يجازيه بهداية القلب قال يرزقه الله اليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير لا يقضي الله له قضاعاً إلا كان خيراً له حال المسلم كله خير في السراء والضراء إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ببركة إيمانه وببركة يقينه وببركة صبره يجزيه الله عز وجل هذا الجزاء العظيم رواه الإمام مسلم والله عز وجل في هذه الآية يقول من يؤمن بالله يهد قلبه قال الإمام علقمة قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وهذا الأثر صحيح رواه ابن جرير وغيره وهو الرجل تصيبه المصيبة هذا تفسير للإيمان في الآية لأن هذا لازم الإيمان الراسخ في القلب ومن يؤمن بالله يهد قلبه الإمام سعيد بن جبير وهو من أئمة التابعين ومن تلاميذ بن عباس يقول ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون هذا هو الذي هدى الله قلبه إذا وقعت عليه مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ففي هذه الآية العظيمة أن الصبر سبب لهداية القلب وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وأن الإعمال من الإيمان وأن فيها إثبات القضاء والقدر وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت طبعا الكفر هنا هو الكفر الأصغر كما قال شيخ الإسلام لأنه لما نكره قال كفر هما بهما كفر لم يقل الكفر يعني أنه كفر قائم بالنفس بسبب تلك الخصلتين وهو النياحة على الميت والطعن في الأنساب وهذا والعياذ بالله نجد في بعض الناس الطعن في الأنساب فلان من قبيلة كذا أو فلان ليس من قبيلة كذا الناس مؤتمنون على أنسابهم لا يجوز لك أن تطعن في نسب مسلم إذا قال لك أنا فلان ابن فلان فصدقه أنا من القبيلة الفلانية فتصدقه لا يجوز الطعن في أنساب الناس ولا الغض من أنسابهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى وهذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقف على باب الكعبة وخطب في المسلمين بأهل مكة وفي الصحابة الذين معه فقال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد يعني آدم عليه السلام وإن دينكم واحد يعني الإسلام لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب إذا افتخر أحد بنسبه فقل كلنا أبناء آدم وآدم خلقه الله من تراب فالجميع من أبناء آدم عليه السلام لا فضل لأحد على أحد إلا بالدين بالتقوى بالإسلام بالتمسك إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هاتان الخصلتان كفر قائم في النفس يعني كفر حيث كانت من أعمال الكفر وهو الطعن في الأنساب والنياحة يعني هي من خصال الكفر وليست من خصال الإسلام الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ليست من خصال الإسلام بل هي من خصال الكفر وإن لم يكفر صاحبها لكن كما قيل فيه شعبة من شعب الكفر أو شعبة من شعب النفاق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف هذه من خصال النفاق فمن كانت فيه خصلة فيها فهو فيه خصلة من النفاق حتى يدعى والنياحة على الميت والطعن في الأنساب هذه من خصال الكفر لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يعني هذه الخصال يكون كافراً الكفر المطلق لا إنما فيه من شعب الكفر لكن هو مؤمن بإيمانه فيه هذه الشعب التي يفسق بها كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً كاملاً حتى يقوم به أصل الإيمان وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين كفر منكر في الإثبات والطعن في الأنساب هو عيبها أن يقال هذا ليس ابن فلان أو يطعم في نسبه فهذه من أمور الجاهلية وكذلك النياحة على الميت فالواجب على المسلم أن يصبر على ما أصابه من مصيبة وأن يرضى وأن يحتسب الأجر في ذلك عند الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا أولاة أمورنا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم